يشكو كثير نزلياد مظاهر التفاهة والسخافة سواء في الحياة الواقعية أو على شبكات التواصل وصار بعض المتصدرين لهذه المظاهر الظواهر قدوة للجيل الجديد والمراهقين تخيلوا قدوة وما أعمق كلمة قدوة نعم صاروا قدوة لهذا الجيل فيجيل أن ننتظره إذا كانت السطحية والجهالة المقود الذي يوجه هذا الجيل ومع ذلك لا أخشى عليه بأكمله لأنه مؤمن أن هناك آباء وأمهات وموجهين يحافظون على الذوق السليم ويربون أولادهم على الحس الراقي إدراكا منهم أن المجتمع السليم يتمتع بالذوق السليم فمهما اشتدت وازدادت مظاهر التفاهة والسفه والنزق وانزلقت أذواق نحو الأسافل فسوف يأتي يوم يدرك فيه الناس ما اقترفت خياراتهم من التلوث السمعي والبصري والكتابي وحينها سيزداد الرقي بهاء لأن البضاعة الجيدة تزهو أكثر بين الفاسدة ويشتد زهوها بعد فناء الفاسدة فالتلال أجمل من الحفر ترجمة نانسي قنقر